استنكرت الدائرة القانونية في التجمع اليمني للإصلاح بتعز ما صدر من شعارات ودعوات تحريضية ضد الإصلاح في المسيرة التي نظمها التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في المحافظة بتاريخ 6 إبريل 2019 وقالت قانونية الإصلاح بتعز في بيان إنه لأمر محزن ومؤسف أن تأتي هذه المواقف التحريضية ضد الإصلاح في وقت اليمن فيه أحوج ما يكون إلى جمع الكلمة ورص الصفوف لمواجهة المشروع الظلمي للكهنوت الحثي الذي يستهدف كل اليمن واليمنيين وأن تتوجه كل الطاقات نحو العدو المشترك بدلا من التفرغ للتحريض ضد حزب شريك ولسيان الحثي الذي ينشر القتل والدمار واستنكرت قانونية الإصلاح الدعوات الاقتصائية والتحريض على إلغاء حزب سياسي واعتبرت الشعارات والدعوات تهديدا مباشرا للعملية السياسية ولمستقبل الأجيال التي تراهن على العملية الديمقراطية التشاركية وتعددية الأحزاب السياسية في مغادرة الواقع القائم إلى مستقبل حر تشاركي ديمقراطي وأكدت قانونية الإصلاح على الحق الأساسي للأفراد والأحزاب السياسية في حرية التعبير بمختلف وسائلها وطالبت قيادة التنظيم الناصري بإذانة الخطاب التحريضي وإعلان تبرؤهم وبيان موقفهم من هذا الخطاب التدميري الذي يهدد الحياة السياسية في أهم ركائزها وهي تعددية الحزبية التي هي قوام وركيزة النظام السياسي في اليمن ودعت الدائرة القانونية لتجمع اليمن للإصلاح في تعز شركاء العملية السياسية إلى إذانة هذا السلوك المنفلت والعمل على الالتزام بذات القيم الدستورية التي تحمي حق الوجود السياسي للجميع وتكفل الشراكة وتساعد على نطج الخطاب القيمي البناء وتحررنا من ثقافة وأثام شمولية الماضي والإقصاء الذي ندرك جميعا مخاطر عودته